اهلا بكم في اية في حكاية اية اليوم من انجيل معلمنا لقى صح 3 اية 21 بيقول عن ربنا يسوع المسيح لكل المجد واذ كان يصلي ان فتحت السماء وانجيل معلمنا لقى هو انجيل الصلاة دايما بيذكر حاجات كتير قوان الصلاة زي ما نشوف في لقى 11 بيكلم عن المثل بتاع الصلاة الربانية لما قالوا له التلميذ يا رب علمنا ان نصلي فعلمهم الصلاة الربانية في لقى 18 قصة الارمال وقاد الظلم لما يطلق انصفني من خسمي وربنا ادى مثال على اللجاجة في الصلاة وقال افل ينصف الله مختري الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم اقول لكم انه ينصفهم سريعا وبنلاحظ ربط حاجات كتير في انجيل لقى مربوطة بالصلاة زي ما شوفنا ده وقت المعمودية بتاعت المسيح له المجد ذكرت في الاربع نجيل لكن الانجيل الوحيد اللي قال ان السماء المفتوحة ارتبطت بالصلاة هو انجيل لقى واذ كان يصلي انفتحت السماء وحدث التجلي تجلي المسيح له المجد على جبل طابور ذكرت في انجيل متى ومرقص لقى متى 17 ومرقص 9 ولقى 9 لكن الانجيل الوحيد برضو لربط التجلي بالصلاة هو انجيل القديس لقى لما قال وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيض دلامع يبقى هنا عاوز يقول لنا ان الصلاة هي مفتاح كنوز السموية كل الكنوز السموية بتيجي من خلال الصلاة زي ما قالوا الاباء القديسين ان الصلاة هي ام جميع الفضائل وايه معنى ان السمى تتفتح مش معناها ان ربنا يدينا اللي احنا عاوزينه مش معناها تستجاب طلبطنا مش معناها ناخد اللي احنا طلبناه لا معناها حضور الله الدائم في حياتنا كل ما نصلي نشعر بحضور الله الدائم في حياتنا وده بيغير الواقع بتاعنا وممكن يغير الطلبات بتاعتنا ممكن يخلينا ما نطلبش حاجات زي الاول وحياتنا تتغير ان احنا نطلب من اجل الاخرين وان احنا نسلم حياتنا كلها لي يبقى احنا كل ما بنصلي السماء بتتفتح وحياتنا بتتغير مش استجابة الطلبات او ان ربنا يدينا اللي احنا عاوزينه وان كان في بعض الوقات ربنا بيدينا لكن من محبته ما بيستجبش لكل طلباتنا لكن اهم حاجة ان كل ما نصلي بنمتلئ من غنى الروح القدس ونشهر بحضور الله الدائم في حياتنا عشان كده من الايات الجميلة قوي لقى 3 اية 21 واذ كان يصلي انفتحت السماء لإلهنا كل مجد الكرامة لابد دائمين موسيقى